ولمناقشة هذا الملف من بغداد النمئرين المتحدث باسم اتلاف النصر السلام الزبيدي ومن أربيل الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور مهند الجنابي أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة أبدأ من ضيفينا من بغداد السيد سلام وموقف النصر من هذا التطور مرشح توافقي أو هكذا يوصف مرشح تسوية يقدم من قبل رئيس منظمة بدر هذا العامري هل تصفونه فعلا وأقصد هنا محمد جاسم العميري بي المرشح التوافقي أو مرشح التسوية أنتم كذلك هل تؤيدون هذه الخطوة أو هذا الترشيح نعم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الموقرة يعني بلا شك ما يجري الآن من صراع وانقسام في محافظة فيالة هو يمثل قد تكون حالة لمجمل العملية السياسية يعني للأسف منذ عام 2003 ولحد هذا اليوم هي تشهد صراعات وانقسامات يعني هناك من يريد أن يغلب المصلحة الشخصية على المصالح العامة للبلد وبالتالي هذه الصراعات انعكست بشكل سلبي على مجمل العملية السياسية بالعراق وعلى المحافظات العراقية اليوم بصراحة يعني ما تعيش محافظة ديالة من هذا الانقسام بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة لمجالس المحافظات هو يمثل حالة تعود منها مرة أخرى إلى مشهد الصراعات وتحديدا في هذه المحافظة التي تمثل خاصرة مهمة لمحافظة بغداد وأنا أعتقد أنه طالما ما كان عندما يكون هناك توتر في ديالة ينعكس بشكل سلبي ويؤثر على بغداد والمحافظات المحيطة بها اليوم بصراحة أنا أعتقد أنه طرح مرشح تسوية من قبل الحاج هادي العامري زعيم منظمة بدر أعتقد هو ليس حلا لإنهاء هذا الصراع على اعتبار أنه اليوم أي تسوية سياسية أقحامها في مجالس محافظات هي عنوانها بالتالي لا ما ممكن أنه نحول الجانب الخدمية وانتخاب مجالس المحافظات إلى صراع سياسي هذا خطأ كبير اليوم المحافظة تحتاج إلى شخصية قادرة على أن تكون خادمة لأبناء المحافظة بدون أن يكون هناك أي تأثير حزبي أو مكوناتي مع جل احترامي لكل المكونات الأحزاب التي شاركت في الانتخابات وحصلت على استحقاقات يجب أن تحول هذه الاستحقاقات من خلال برنامج خدمي يخدم أهالي المحافظة أما أن نقحم شخصيات معينة بذاتها من قبل أطلاف أنا أعتقد هذه ليست ديمقراطية وهذا الحل لن يكون مجديا بصراحة على اعتبار أنه ديالة لا تنحصر بشخصية معينة أو حزب معين فبالتالي من غير المنطقي حتى لو كان مع جل احترامي للشخصية التي رشحها السيد هادي العامري كمراشح تزوية وهو وصفها أنها شخصية شابة ومن عائلة كريمة بالغض النظر عن عمق الشخصية ولكن نحن نتعدث عن محافظة وعن استحقاقات انتخابية في هذه المحافظة فبالتالي من غير المنطقي أن تفرض جهة معينة اسم معين أو مرشح تسوية يكون مفروض على تطلعات أبناء المحافظة أو رغبة أبناء المحافظة الحل هو أن نعود إلى الديمقراطية والاستحقاق الانتخابي وأن يكون هناك تفاهمات ضمن الاستحقاقات التي حصلت عليها الكتل السياسية في محافظة ياد ديالي وتكون هناك توافقات والاحتكام إلى النظام الداخلي والدستور وعالية الانتخابات وأعتقد هذا هو الحل المنطقي لإنهاء هذا الصراع وسنعود لمناقشة هذا الحل ولكن نحاول أن نفهم المشهد أو نعود لأساس المشهد كنت في البداية أريد أن أعرف موقفكم كنصر سيد سلام من هذا التطور ولكن مع الدكتور مهند الجنابي نعود إلى القصة مثنى التاميمي هو المحافظ السابق وثمت مؤيدين له وثمت مظاهرات من المطالبين باستمراره في هذا المنصف في المقابل محمد جاسم العميري هو مرشح هذا العامري أو المرشح الجديد الذي يعتقد هذا العامري بأنه المرشح التوافق هناك حالة جدل إلى المرة الثانية وعلى ما أعتقد الثالثة لم يحسم أو لم تعتقد جلسة مجلس محافظة ديالة للحديث عن الحكومة المحلية في هذه المحافظة متى ستعتقد هذه الجلسة وهل هناك تفهمات جديدة سنية سنية أو حتى شعية في داخل إطار التنسيقي فيما يتعلق بالمرشحين السلام عليكم أستاذة سارة تحياتي لكم عليكم السلام عليكم ورحمة المشاهدين حقيقة كما تفضلت في مقدمة التقرير أن محافظة ديالة هي ليست متصارع عليها داخليا هي من الأساس تمثل منطقة متقدمة ومدخل لنفوذ إيران وأذرع إيران وخطوط المد اللوجستي الإيراني البري عبر العراق إلى دول ما تسميها إيران محور المقاومة ومن ديالة تنقسم هذه الخطوط إلى خط شمالي وخط جنوبي في الدعم اللوجستي وأيضا في توريد الأسلحة والمقاتلين وما إلى ذلك على المستوى الداخلي بكل تأكيد هذا الاستقطاب الذي تمارسه إيران منذ عقدين هو ينعكس على الواقع الداخلي وعلى تفاعلات القوى السياسية في محافظة ديالة تحديدا وأعتقد أن ما حاصل الآن هو مرحلة متطورة من طبيعة الصراع والتنافس ما بين قوى الإطار التنسيقي من جهة فيما بينها وما بين القوى السياسية السنية فيما بينها أيضا وما بين قوى الإطار والقوى السنية طبيعة هذه الصراعات وهذا الأمر يرتبط بطبيعة توازنات المحاصة السياسية في محافظات أخرى المسألة لا ترتبط فقط في محافظة ديالة لقوى الإطار التنسيقي اعتبارات وتوازنات تتعلق بالمحافظات الأخرى التي لم يتم هيكلتها على مستوى المحافظة على مستوى مجالس المحافظات كما تريد رغبة قادة الإطار كاركوك أيضا إذا نتحدث عن الأبعاد القوى السنية محافظة كاركوك الوضع في بغداد وحصة تحالف عزم وتحالف السيادة في بغداد دور تقدم هذه كلها يعبر عنها بمرحلة متطورة من الصراع في محافظة ديالة وهذا ما أخر انعقاد المجلس نحن الآن أستاذ سارة المجلس متجاوز على المدد القانونية بعشرة أيام كان يفترض أن ينعقد تلقائيا هذا المجلس في يوم 6 فبراير من هذا الشهر لكن حتى الآن الدعوات مستمرة لكن لم يعقد حتى الآن من المحتمل أن ينعقد بعد تقديم مرشح التسوية لكن أعتقد بأنه لن ينهي الأزمة ولن ينهي الصراع بل على العاكس سنتصور بأن الترشيح الجديد قد يكون بداية لصراعات جديدة على مستوى محافظة ديالة ربما سيد السلام يتفق معك في هذه النقطة وأشار إليها بأنه يجب العودة للمسالات القانونية أو تفاهمات الاستحقاق هنا أنتقل لسيد السلام إذن القوى السنية كذلك مطالبة بتفاهم ما لتقديم مرشح في المقابل قوى الإطار التنسيقي أو الشعية كذلك تقدم مرشحا هل بحسب اعتقادك توضحت الصورة الآن بالنسبة لكم وأنتم جزء من هذا المشهد السياسي أنه ثمت مرشح للقوى للإطار التنسيقي في مقابل مرشح محتمل للسنة نحن في اعتلاف النصر ننظر إلى كل الجوانب تحديدا الجوانب التي تتعلق بنتائج الانتخابات ننظر لها من ناحية الدستورية ما ممكن أن نقحم نتائج الانتخابات بجوانب عرقية وأثنية وطائفية ومكوناتية هذا خطأ كبير الاستحقاق هو استحقاق هذا الواقع نعم نعم هذا واقع العراق ونؤمن بالواقعية السياسية نعم ولكن للأسف ما زالت لحد هذه اللحظة كل الإجراءات هي تخضع للتوافقات والنظام المحاصصاتي طبعا هذه المفردة المحاصصة استبدلت بالاستحقاق بالنتيجة هو محاصصة في كل المحافظات في كل التوزيعات هي محاصصة ما يجري في ديالة ينطبق على الأمور الآن في محافظة كاركوك أيضا لحد الآن لم تحسم بسبب النزاعات الطائفية والمكوناتية التي موجودة بالمحافظة سيد سلام قلت أنه لا يجب النظر إلى المسألة بطريقة مذهبية أو عرقية أو حتى بمسألة المحاصصة التي أشرت إليه هي موجودة بالفعل في العراق منذ سنوات ولكن هل يمكن أن تتوقع سيد سلام بأن يصل أو أن تصل القوى السنية إلى تقديم مرشح يتسلم منصب المحافظة في ديالة مع كل خصوصية ديالة والتنافس بين الإطار التنسيقي بين القوى السنية بين الكرد والعرب وأهمية هذه المحافظة بالنسبة للعراقيين وللحدود الإيرانية ستسارة بكل صراحة أنا أقول من وجهة نظرنا كفلسفتنا في تحالف النصر ما ممكن أن ننظر للمرشح على خلفية عرقية أو مكوناتية إذا كان من السنة ويستحق المنصب بجدارة واستقاق ويكون المنصب هو للمحافظة وليس للأشخاص بصراحة لأن لا يهمنا للإسم ولا خلفية لا الحزبية ولا المكونات يهمنا أن يكون شخص قادر على إدارة ملف المحافظة قادر على استحاب كل أبناء المحافظة تحييد المحافظة عن الصراعات والنزاعات والانتماءات الأخرى التي تأثر على طبيعة المحافظة بصراحة أقول لك التفاهمات لحد هذه اللحظة لم تصل إلى درجة النضج وهضم الديمقراطية الجميع لا يحترم نتائج الانتخابات بما أن هناك ديمقراطية وهناك إرادة ناخب وهناك صناديق اقتراع تمت الاحتكام إلها يجب أن ننطلق بتسمية المحافظ من صندوق من صندوق الاختراع من نتائج الانتخابات وهذا هو الحل الوحيد أما أن نأتي بمرشح من مكون معين ومن جهة معينة كمرشح تسوية أعتقد هذا ليس نهاية أزمة وإنما هي بداية أزمة جديدة ممكن أن تؤزم الانسداد السياسي الذي حصل في دياله وأيضا تؤثر على الأخوة في المكون السني التي هم شركاء في هذه المحافظة ولديهم مقاعد وبالتالي ممكن تتأزم الأمور أنا أتمنى أن تصل مرحلة التفاهمات إلى أن لا يكون أقصاء لأي جهة إذا كان من السنة أو الأخوة في المكون الشيئي أو حتى با كان على مستوى الأخ والكرد يجب أن يكون المعيار الحقيقي هو الاستحقاق الانتخابي واختيار الرجل الكفو النزيح الذي يستطيع أن يأخذ زمام قيادة محافظة ديالة إلى بر الأمان والاستحقاق وتحقيق العدالة في هذه المحافظة دكتور مهند هل هذا ممكن الوصول إلى التفاهم بين كل هذه الكتل لمرشح توافق إلى حد ما لنتذكر معك فقط دكتور مهند وسيد سلام مع لما أذكر الفيزون في هذه المحافظة كانوا من الإطار ثم من تقدم ثم من السيادة وفق هذه المعادلة من المفترض أن يكون المحافظ من أي طيار ومن أي جهة يعني أستاذ سارة أنا ذكرت الحضرت أن المسألة ترتبط بطبيعة التوازنات في المحافظات الأخرى وحصص كل كتلة حاصلة على بعض المقاعد المشكلة بأنه نتائج انتخابات محافظة ديالة هي لا توفر مرونة لجهة معينة أو كيان معين لأن يمضي لعقد مجلس محافظة وأيضا اختيار رئيس مجلس محافظة طبيعة النتائج هي من تحكم هذه الأطراف السياسية على أن تذهب باتجاه المحاصصة السياسية أو طبيعة التوازنات والتفاهمات لكن المشكلة لا تنحصر بطبيعة التفاهمات بين القوى السياسية محافظة ديالة تحديدا هي ليست أمام التحديات أو متطلبات خدمية كما باقي المحافظات التي تشهد استقرارا أمنيا محافظة ديالة ولكون المحافظ يمتلك صلاحيات دستورية وصلاحيات قانونية باعتباره هو رئيس السلطة التنفيذية إذا صح التعبير مقابل رئيس مجلس المحافظة الذي من الممكن أن يذهب إلى بعض القوى السنية وهي أشبه بالسلطة التشريعية مجلس المحافظة لكن أقول بأنه مشاكل محافظة ديالة أولا هي مشاكل حدودية مشاكل منافذ غير رسمية يعني يستمر في حالة تهريب بالإضافة إلى القرى المهمة التي تعاني من تهجير تعاني من عدم عودة النازحين تعاني من الكثير من الصراعات السياسية هذا ما ينبغي أن يعني تؤسس له القوى السياسية وأي مرشح تسوية ينبغي أن يكون وفق طبيعة استثباب الأمن في محافظة ديالة وليس استحقاقا لهذه الكتلة أو تلك أو اعتقاسهم لمنصب رئيس مجلس المحافظة مع المحافظة في هذه المحافظة باختصة شديدة السيد سلام إلى أين ستصل هذه الأزمة مرشح توافق جديد نعم أنا باعتقادي أن الأزمة لن تتأخر كثيرا ولا يحتمل الصراع في محافظة ديالة أن يكون هناك مماطلة في هذا الأمر بالأخير سيحتكم كل القوى السياسية وستحتكم كل القوى السياسية إلى منطق العقل وأن يكون هناك تفاهمات على الأقل أن يكون مجلس المحافظة لجهة معينة والمحافظة لجهة معينة وممكن أن تصل الاتفاقات إلى تسمية جديدة نهاية هذا الأسبوع شكرا جزيلا لكم كنت معنا من بغداد المتحدث باسم اكتلاف النصر سلام زبيدي وكان معنا من أربيل الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية دكتور مهند الجنابي شكرا شكرا لكم